دن مساء الخير ومرحباً بالجميع في حلقة جديدة من ستلة حوارات مريم ومعي بهذه الحلقة ضيف مميز متير للجدل بكسره للطبوهات وانتقاده للجدل مرحباً بك أستاذ ونورتنا وشكراً على قبول الدعوة منصوراً ناصر معي الشاعر والكاتب والإعلام العراقي الأستاذ منصوراً ناصر أولاً مرحباً بك أستاذ ونورتنا وشكراً على قبول الدعوة السفد الضل الصوت الصوت أهلاً بك وأتجرب بالحضور في قناتك الرائعة والتي تقدم مادة ثرية جداً إذن طبعاً موضوعنا هو التنوير وكما نعرف التنوير هو حركة فكرية وتقافية نشأت في القرن الثامن عشر من روادها الفلاتفة والمفكرين مثل فودير، روسو، ديدرو، كانت إلى آخره ساهمت أفكارهم في تشكيل أنظمة سياسية الجديدة ونشر مبادئ الحرية والمزاوات وساهمت في تطور الفكر الغربي وتأثرت بها العديد من الحركات الفكرية والتقافية في العالم وكما يقول كانت التنوير هو خروج الإنسان من القصور الذي ارتكبه في حق نفسه من خلال عدم استعماله لعقله إلا بتوجيه من إنسان آخر وبالتالي سنقف عند مفهوم التنوير ولماذا يحارب في منطقتنا مع الأستاذ منصور الناصر وأولاً نريد أستاذ أن نعرف لماذا نحن بحاجة إلى التنوير وكيف نتنور وننير ولماذا ننير ومتى ننير شكراً جزيلاً بالحقيقة حاجة للتنوير تبرى حاجة أساسية وليست طرفاً ممكن أن نختاره أو نتخلى عنه أنا برأيي هذا يطلب أن نوضح بأن التنوير هو مسألة لا يمكن الاستغناء عنها وهنا نسأل ما هو التنوير ومن هو التنوير التنوير هو معلم المعاني هو الوعي وليس وعي ومعرفة الظلام الذي يولد ويعيش فيه الإنسان حكماً وطرق مقاومته والخروج عليه بهدف التخلص منه يعني كل إنسان في لحظة ولادته هو دائماً يولد في منطقة غامضة مبهمة في عالم قاسي ويجب أن يتصرف بطريقة جيدة لكي يدهم حياته وينجح في هذا الامتحان الصعب فبالتالي التنوير هو حالة الخروج من الظلام وهذا لا يتم إلا بوعي ومعرفة هذا الظلام الذي يولد ونعيش فيه أي أنه ليس الخروج من الرحم الماضي المظلم ورؤية الحاضر الجديد كما قلت في محاضرة سابقة بل اكتشاف مناطق الظلام في كل ما عرفناه وجربناه واختبرناه أي كل منجز بشري على مستوى الفكر والفن والعلم والدين هذه كلها هي نتاج ظلام في ظلام صحيح فيها مناطق مضيئة لكنها ما زالت مغلفة بالظلام يقول كانت كما أشرت بأنه حالة الخروج من القصور العقلي والاستناد إلى العقل في الحقيقة هناك مشكلة بأنه لم تكن هناك حاجة للعقل في السابق تقريباً أغلب تاريخ البشرية كان الإنسان ليس بحاجة إلى أعمال العقل كما يقول كانت في زمنه كانت الحاجة شديدة إلى العقل لكن في الأصور أو 95% من تاريخ البشرية أو 99% من تاريخ البشر من ظهورهم يعني قبل حدوث 300 ألف سنة ما كانوا بحاجة إلى العقل ما كانوا بحاجة إلى اكتشافات اكتشاف النار اكتشاف الكتابة ابتكار الكتابة اكتشافات من هذا النوع يعني اكتشاف المعادن اكتشاف الحديد البرونز النحاس وهكذا هذه الأمور استطاعوا اكتشافها لكنها لم يكنوا بحاجة إلى أن يمتلكون قدرات عقلية ومعرفة عقلية ويجربون أو يعتمدون على العقل الكلية إلا في الظاهرة اليونانية في فترة من فترات بالتالي ما يقوله كانت هو في وقته المشكلة نحن في هذا الزمن لسنا بحاجة ما زلنا نشعر بأننا لا نحتاج إلى أن ننير وأن نعتمد على العقل هنا أنا راح أطرح مفهومين أساسيا أنا مفهوم التنوير ومفهوم التثبيت ماذا يعني بالتنوير والتثبيت يعني التنوير مسألة أساسية وحاجة أساسية لكل إنسان هذا التنوير يقوم على أساس نقد الذات ونقد الواقع وإجراء عملية نقدية لكل شيء هذه المسألة لا بد منها لأننا حسب تعريف التنوير كما قلت أننا نعيش دائما في منطقة غامضة في عالم غامض في عالم إشكالي في حالة تصدام مع الآخرين مع بعضنا البعض هذا كله يولد دائما صراع ومستمر فيما بيننا بالتالي نحتاج إلى أن ننور بعضنا نحاول أن نفهم الواقع الذي نعيش فيه أما التثبيت وهو عملية أيضا لا بد أن تكون موجودة يعني لا يمكن أن يوجد جماعة بشرية بدون وجود ثوابت مشتركة فيما بينهم نظام الإلاقات بين هذه الجماعة البشرية لا يمكن أن ينشأ إلا بوجود ثوابت فيما بينها أما إذا وجدت متغيرات وكل واحد يأخذ رأيها فلا لن تتشكل جماعة بالعكس أصلا لا يمكن أن يعني ما كان ممكن للبشرية أن تستمر بدون وجود ثوابت أساسية هذا بالدين يسموها ثوابت الدين وأيضا بكل ثوابت المجتمع قيم وعادات المجتمع الكل يحاول يحافظ عليها ليس لأنها قيم وعادات المجتمع بل لأنها ثوابت ولأنها نظام للألاقات بيننا جميعا فبالتالي هذه الحاجة للتثبيت هي أساسية وعندما يقول رجل الدين ثوابت الدين هو محق في هذا القول لكنه غير محق في أنه يأتي بتوابت الدين الذي أمره 1500 سنة ويثبتها الآن هذا ليس فعل إبداعي وليس فعل منصف ولا فعل تنويري أنت الآن في ظروف مختلفة في أماكن مختلفة في حاجات مختلفة كل شيء مختلف فأنت لا يمكن أن تأتي بثوابت قديمة تطبيقها على واقع جديد هذا السلوك فيه من الغباء فيه من الجهل فيه من الكسل فيه من المجانية والأتباطية واختزال المشاكل بطريقة أي نرجع للدين ثوابت الدين يعني اكتشف اكتشف مجرة تبانا نرجع للدين يعني في هذا اكتشاف هذا فعل عاجز فعل كسول فعل ينموا عن استسهال واستصغار للشأن البشري والمشاكل التي يواجه الإنسان طبعا كما قلت لا بد من التنوير التنوير هو بالتالي التنوير ضروري والتثبيت ضروري يعني لا بد من وجود دولة لديها دستور لديها قانون لا بد من وجود دين يؤمن به الناس ولا بد من وجود مقدسات حتى يتم تحصين هذا الدين أو هذه العقيدة مثل ما لا بد من وجود دولة حديثة لديها مبادئ المواطنة والحقوق والواجبات لا بد من أن يشعر المواطن أو الفرد الموجود داخل الدولة الحديثة أنه جزء من هذه الدولة وأن عليه حقوق والواجبات ولا بد من أن يعترف بقدسيتها أو أهميتها هذا لا بد أن يكون لكن في الوقت نفسه لا بد من وجود تنوير فبالتالي أخلص على القول أن التنوير حاجة أساسية والتاريخ يثبت يثبت أن الظاهرتين اللي هي تثبيت والتنوير دائما كانت موجودة التاريخ يثبت بأن في فترة معينة كان هناك حاجة للتثبيت أنشئ الدول وأنشئ الحضارات لكن هذه الحضارات عندما تعطلت ولم تواصل طريق التنوير سقطت وانهارت وبدليل ما نحن عليه الآن في فترة من الزمن كانت شعوب المنطقة يعني من باكستان والهند إلى المغرب إلى المحيط العطلسي كل هذه الشعوب حاضنة الشعوب المختلفة كانت تحت سلطة واحدة أو نظام ثقافي واحد منظومة ثقافية واحدة تشكلت هذه المنظومة وأنتجت لنا ما يسمى بالإسلام هذه المنظومة تعطلت بسبب غلو ونرجسية رجال الدين والدين نفسه الدين ظهر بعد فترة من الحراك الحضاري والنقاش الفكري والدأب والابتكار والإبداع في فترة خاصة من القرن الثاني والرابع الهجري هذه القرون بعد ذلك كان ضمن السباق التنويري كان هو الدين موجود معهم لكن عندما استطاع الدين أن يهيمن عندما امتلك الدين زمام نفسه وأصبحت لديه أركان وأصول وحقائد هذه بعد ذلك تغول على الجميع وحاول أن يسيطر على الجميع ونجح في هذا نحن الآن ضحايا هذا التغول الديني على الآخرين لم يترك فرصة لأحد التواجد يعني أصبحت بضاعة دينية هي البضاعة الوحيدة التي يجب أن تبقى وكل الآخرين هم مرفوضين لهذا سبب أقول الطعن في الدين هو مسألة أساسية بل هي واجب على كل إنسان عربي ومسلم بل كل إنسان دائماً هناك دين الدين حاجة أساسية لا ما عنده مشكلة أو أعترف بها ولا أريد أن أقول أنه يجب أن نتخلى على الدين لا الدين موجود وحتى لو قلت نتخلى على الدين فسيحل دين آخر محله فبالتالي يجب أن نطعن فيه لماذا؟ لأنه أنا قلت هناك ظاهرتين التثبيت والتنوير التثبيت هو الدين الدين دائماً هناك دين ما يثبت المبادئ يثبت المفاهيم يثبت رؤية الناس للعالم ولأنفسهم وللطبيعة ولكل شيء لكن هذه العملية يجب أن تكون فيها مرونة للتغيير يعني هذا تثبيت المتفاعل المستمع الطعن بالدين بالتالي واجب كل إنسان بل واجب كل متدين لأن الدين دين مصنوع ليس دين نازل من السماء هذا دين مصنوع على يد من؟ على يد أبناء الماضي وشارك فيه المئات لما الدين يعني زمن محمد مثلاً كان الرسول كان هناك دين كانت هناك مجموعة من الأقوال وهناك غزوات يعني حتى عدم تأتين على أبو بكر والخلفاء ما أدوا فكرة عن الدين دقيقة يعني ليسوا متفقهين وليس موضوع الدين أساسي كانوا يعني شعار قاموا به وأسسوا من خلال دولة المدينة وهذه الدولة وإنشأوا الخلافة العب بدليل أيضاً الفتوحات التي احتلت أو أسقطت مبراطورية ذلك الزمان الساسانية والبيزنطية يعني جزء كبير من أدهى وأيضاً وصلوا إلى المغرب وتونس هذا كله ما تم تحت شعار الدعوة إلى الإسلام على الإطلاق يعني وأتكم المغربي بالأقزيز عندك كتاب اسم الدعوة أعتقد الدعوة أو هكذا شيء فأثبت بالدليل قاطع بأن الإسلام لم ينتشر ولم يكن هدف منه أن نشر الدين لكن بعد ذلك معناً مع معاني لم يكن هناك إسلام لنشره هو الذي لم يقوله بالأقزيز لم يكن هناك إسلام ودين متكامل لنشره كان هناك عقيدة تؤمن بها مجموعة من القبائل وخاصة قبيلة قريش وكان المفروض على الآخرين يتبعون قادة هذه العقيدة بل هم كانوا يرفضون دخول في الدين الناس كانوا فقط يدخلون في دين الله بمعنى الدين هو السلطة هو الحكم هو واحد من معاني كلمة دينية الحكم والسلطة والقضاء فبالتالي هذا معنى الدين وحتى عندما بالقرآن تسع مرات ذكرة كلمة الدين أو تسع مرات كل مرة الدين يذكر بمعنى مختلف بالتالي الحقيقة الأساسية لا يوجد الدين نازل من السماء الدين ونتاج هؤلاء وأيضا هناك مفارقة أخرى المفارقة الكبيرة طبعا لازم نشر أن القرآن شيء والدين شيء آخر مختلف أنا لا أتحدث عن القرآن هو البعض تختلط من المفاهيم وهذا لهذا سببه يجب أن نؤيد النظر بالمفاهيم وفحصها عندما نجي نفحص هذا الدين الموجود الآن نجد أن كل القواعد التي وضعت لهذا الدين وأصوله وأركانه وضعت باستعمال الاجتهاد وكل اجتهاد تم نشره والإيمان به بالفعل هو مجرد أعمال لمنهجيات وقواعد وضعها مجتهد إسلامي في القرون الأولى قرون الثالث والرابع بل حتى يعني المفارقة حتى الذين أغلقوا باب الاجتهاد أو عملية غلق باب الاجتهاد هي هو بحذ ذاته هو عملية عملية اجتهاد فهو تغلق باب الاجتهاد تجتهد لكي تغلق باب الاجتهاد شوف المفارقة الخطيرة التي لا ينتبع إليها كثيرون بالعكس الآن عندما نيجي الآن نيجي نشوف المجتهدين والفقهاء المعاصرين تشوفين ما قدموا أي شي ما مجرد رجع واخذ تلك القواعد القديمة والمنهجيات وقفوا أدها يعني حتى بالعكس الآن أكو بعضهم أيضا يعني الأسلافنا اجتهدوا في زمانهم طبعا فعلا ويبدو أنه احنا اكتفينا بما فعلوه وكلما نتحدث مع أحد يقول ها نرجع للسلف الصالح للسلف الصالح من هم السلف الصالح يعني من قول صالح ما معنا صالح يعني شو أنا أرجع للسلف الصالح من هذا هذا الذي كان يعيش ما عنده ماي ما عنده كربا ما عنده ما عنده وسائل التصال ومعاصرة ما عنده قدرة على وصول المعلومات هؤلاء أنا أرجع للسلف الصالح ولا شون يعني مقدس ولماذا هو مقدس يعني هذا الكلام غير صحيح يعني معنى آخر يريدون منه أن نفعل ما يريده منه إله الفقهاء هذا الإله صنعه أولئك فقهاء احنا نحتاج إلى إله مختلف ممكن طرعا من القرآن طرعا من أي شيء ماكو مشكلة لكن هذا الإله الذي صنعوه وفرضوه علينا بشريعته بقوانينه هاي كلها اجتهاد في اجتهاد إذن أنت ترى أن الإصلاح الديني مثلا وتجزد الخطار الديني هو بداية تغيير وخطوة إلى التنوير لا بالعكس ما نحتاج إصلاح ديني نحتاج تغيير الدين كله يعني الدين كله لا يفوق متدينين يريدون هذا الدين فيعني لا يمكن إلغاء الدين أنا ما أقول إلغاءة بس قصدي أنه هذا الدين الذي أنتجه وأخرجه واجتهد فيه الفقهاء ليس دينا مقدسا ممكن يعني المفهوم أنت ضد دور رجال الدين لا خليكون موجود رجال الدين لكن عليهم أن يعرفوا حجمهم يعرفوا دورهم وهم أنهم لا يفعلون شيء هم مجرد كسالة لا يريدون تغيير أي شيء يريدون أن يبقى الأمور كما هي عليه لا يشعرون بالمسؤولية مسؤولية وجود شعوب كاملة تخضع لأمرهم يعني مستمتعين بهذه السلطة المزيفة التافهة ودمروا بمستقبل الشعوب وأنا واثق أنه بالمستقبل سيحاسب هؤلاء التاريخ سيحاسب هؤلاء وسيسجل أسماءهم ليس بالنور سيدمغ أسماءهم بكل ما هو سيء هؤلاء بالتالي أنت قلت السؤالك أنه الدين تأصلاح الدين الدين الذي ورثناه الدين الشائع والدين الممروث لا فائدة فيه لا توجد أي فائدة به على الإطلاق ماذا يقدم لي هذا الدين يقدم لي أجاب على سؤال واحد سؤال الإنسان سؤال الحقوق هذا الدين ليس فيه حقوق لأي أحد لا وجود الحقوق بل لأنه يعتمد على فكرة أنه الكل عبيد فأنت العبيد ليست لدي حقوق بالتالي تلك حقوق الله لا تقربوها فبالتالي أنت من تكون أنت مجرد شخص تعيش في حضيرك واسمها الدقيق هو حضيرة الدين نحن كما يقول كانت أن هؤلاء يجدون أنفسهم أوصياء على الجميع وأن عليهم أن يتبعون ويطيعون أنت القرآن والحاديث بأكمل قصة بسيطة يعني ليس شيء معقد كلها طاعة الله ورسوله لا توجد حكم عظيمة ولا توجد أشياء يطلع لك ماذا لحق الجار والمساء والزكاة هاي شيء بسيطة وحتى مكانها موضحها في الدين وأركان الدين موضع ثانوي أنا ماردح بس أنا أحدث عن الدين متفاصلة أتحدث عن ضرورة التنوير يجب أن ينفصل نهائيا عن فئل تثبيتي هذا التثبيت في لحظة معينة جرى تثبيت هذا الدين ولكن دائما كانت هناك حاجة للتنوير التنوير الآن ضروري التنوير يجب أن لا ينطلق من الدين لأن الدين أصبح شيء من الماضي شيء نعم أبينها لأننا الآن كائنات مزدوجة يعني الآن نحن مثلا لا نحن مرتبطين بالسلف الصالح كما يقولون ولن نستطيع أن نرتبط بالسلف الصالح وفي الوقت نفسه متغربون يعني الآن نعيش بزدواجية بين الماضي الذي انتهى ولن يعود على الأطلاق ولا يمكن استعادته كما يزعم رجال الدين كذبا طبعا وهم يعرفون حقيقة ولا نحن قادرين على أن نكون أنداد ولدينا حضارتنا الخاصة بل نحن ضحايا الغزوة الغربية التنويرية الحداثية الكافرة بتعبيرهم فنحن حايرين بينهم دولة اثنين فهذا الواقع المزدوجة الذي نعيشه جعلنا يعني حتى داخل هذا الازدواج جعلناهم متزوجين كيف؟ مثلا الآن نحن نعيش نلبس لبس غربي لبس حداثي لكننا في الواقع نعنو نؤدي الفراء يعني نعيش برائحة السلف الصالح ونعيش نخلط خلطة بين الاثنين فهذا الازدواجية يعني أصلا احنا داخلين أو واقعين تحت وطعة حالة ازدواجية هي بين الغرب الكافر الملحد المنحل وبين الماضي العظيم الإسلامي العظيم الذي الكل كان يعني في فهذا وأيضا أن يمكن أن هذا التحامل شوي يعني مثلا أن هناك أشياء تدين إيجابي ليس معه مشكل فقط التدين السلبي المتطرف الذي يفرض على الناس يعني التتبع طريقا ما هو الذي معه الإشكال لا لا هو دين عمورة دين والتدين هو ضروري أنا ما أقول لا لكن الفصل بين الاثنين أن هناك دين وهناك تدين هذا أيضا يعني سأقوم بمحاضرة خاصة عننا هذا وهم أيضا يجري نشرة محاولة الاتفاف على الموضوع والقول بأن هناك دين وهناك تدين يعني نرجح لأيام فلاطون لأيام المثل أن هناك مثال اسم الدين وأن الفعل الدين ينتج متدينين يعني على الأرض يصبح ممارسة الدين تصبح تدين هذا وهم هو الدين بحال ذاته هو تدين يعني العملية مقلوبة نحن نتدين بطريقة بطريقة الزواجية كما قلت لا نحن من أهل السلف ولا نحن من أهل الغرب نرتدي ملابس الغرب ونعيش حياة الغرب ونسخر أشياء الغرب بالتعبير الديني وفي الوقت نفسه نحن نعيش في ذهن ذهن سلفي ومتخلف فهذا هذا الوحدة كارثة يعني وصفة وصفة انفصام لهاي سأشوف أن شعوبنا متخلفة لا تعرف ماذا تفعل تعيش في ازدواجية داخل ازدواجية يعني عندنا بالأراق الله يرحمه على الورد من العمالقة يعني من العمالقة بكل شيء من الاجتماع ومختص في المجتمع كان يقولها أن الشعب الأراق مزدوج لا بالحقيقة الشعب العربي هو المزدوج بل أنه مزدوج داخل ازدواجة يعني هو مزدوج فيه السلف للماضي للغرب وأيضا مزدوج فيه تعاملة مع هذا الازدواج يعني هو يلبس شكل مثل وهذا تطلع ذاك اليوم اش اسمها وهذا مواهب اسمها مصرية تقولهم تتحدث تتحدث تخلط بأنه لازم البنات لازم لبسا قصير أمام أمهم يعني وتقولهم يعني تخلط مصطلحات انجليزية مع مصطلحات سلفية فهذا الازدواجية بدأ الناس يمارسوها بشكل عادي وكأنها ظاهرة صحية بالعكس هي ظاهرة مرضية ودليل على أننا شعوب مزوجة وفي حالة انحطاب ولكن هناك أشياء في هويتنا يعني جميلة نحتفظ بها سواء في التدينة وأشياء السلبيا نبعدها ماذا رأيك يعني لهو السلبيات موجودة دائما كما قلت لأنه نحن نحن دائما إنسان في حال في وضع إشكالي نحن موجودين يعني حتى وضعهم أكثر هناك أشياء جيدة لكن غير مفروزة لم نفرزوها جيدا وهناك أشياء سيئة كثيرة جدا لكننا متمسكين بها فقط لأننا تعودنا عليها فقط لأنها فئل تثبيتي لا نستطيع الخروج عليها يعني كما يقول كانت عبارة عن التنوي يجب أن يمتلك الإنسان الشجاعة أعتقد قال هذا شيء يعني ما متأكد يجب أن يمتلك الإنسان الشجاعة لأن يمارس عقله يخرج من حالة الوصائف فالخروج من هذه الحالة هي الأساسية لكن من يساعدنا على الخروج من هذه الحالة السازة الدين لا يساعدنا بالأكس الدين يكفر من يفكر يكفر من يحاول أن يخرج يكفر من يقول أن الدين فيه سيئات وفيه حسنات لكن الدين يقول لا كله حسنات كله حلو فبالتالي هذا الذهن الاستبدادي لن ينفع يعني حتى الشيء الجيد الذي في الدين تم إفساده فهذا ما معقول يعني يريدون فهذا الأمر اللي نعاني منه ونعاني من آثار الوخيمة على مدى 200 عام نحاول أن ننهض نحاول أن نتنور نحاول أن نفهم موقعنا في العالم نحاول أن نستثمر ما توصلت إليه البشرية من منجزات ومخترعات وأفكار ورؤى جديدة لكن هناك حاجز اسم رجال الدين أو الدين وهؤلاء متواجزون في كل مكان في الشارع والمترهم بالشارع بالفضائية أنتم مليارات يصرفون لكن نحن مساكين الكل يشوه فينا يشوه في كل من يحاول أن يقول يجب أن ننور ويجب أن نتنور ويجب أن نخرج من حالة الوصائف لكن ماذا نقول يعني طبعا يشير إلى شيء مهم أنه أنا أذا ما اتحدث عن التنوير ليس القصد هو التنوير الغربي هذا الخلط يجب أن نوقف على حده يعني أنا من أقول تنوير تبارح حاجة أساسية مثل الأكل والشروب هذا اللي أقوله من خلال المنطلقة الأساسي اللي يقوله أنه موجود حاجة أساسية لكل إنسان لكل مجتمع البشري أو حتى كل أنحي أن يكون هناك فعلين فعلين أساسيا فعل تثبيتي وفعل تنويري أنه أنا ثبت موقع وبعد ذلك أبدأ أطور هذا الموقع لكن مو أظل أنا ثابت بهذا الموقع ويتحول إلى غلفة بالمقدسات وبعد ذلك يتحجر كل شيء في حياتنا كما هو حاصل الآن نعم إذن في نظرك ما هو مصدر التنوير وما هي موانعه في منطقتنا هو مصدر التنوير هو الإنسان نفسه لكن أين هو الإنسان المشكلة التصور القديم للإنسان غير موجود هناك تصور لوجود المؤمن أو المسلي أو العابد أو واحد من أفراد الرعية هذا التصور هو التصور الديني الموروث وهذا هو الذي يسميه منه أشكال أنه الإنسان الذي يسميه إنسان في واقعنا العربي والإسلامي ليس الإنسان ما زال مشروع إنسان وهناك موانئ كثيرة تقف ضد هذا المشروع عندما تتحدث مع رجل يقول لك هذا الإنسان عبد لغرائزه عبد لشهواته ونحن نحرره عندما نعتبره عبدا لله تعالى لحظ الخلط بالمفاهيم واللعب على الكريمات يحول هذا الإنسان الذي مليء بالطاقة بالقدرات الكبيرة يحاولون أن يحجموه ويستعملوه في اتجاه واحد فقط وهو أن يكون عضو فاعل في القطيع الديني أو في الحضيرة لا يريدون منه أكثر من هذا حتى كلمة عاقل وعاقل بالمصطلح الديني لا علاقة لها بالعقل يعني بالمعنى العقل الفلسفي بالفلسفة يعني فلسفيا كمفهوم فلسفي لا هو بالنسبة لهم عاقل هو ما يعاكس المجنون يعني العاقل هو الذي يعرف أنه عندما يقول رجل الدين أو رجل السلطة يقول إذهب هنا يذهب هنا يفعل كذا يفعل كذا شاهد مجرد هذه الأفعال الأساسية يدرك ما يفعل ويعرف ما يفعل ويجيد الصلاة ويعرف كيف يتعلم أو يسمع إلى شيخه هذا هو العقل بالنسبة لنا فموانئ التنوير بالتالي من أكبر الموانئ هو الدين الدين كما قلت يعني العقبة الكبرى وبالمناسبة يعني أنا ما أقصد الدين هذا الإسلام فقط أطلعوا كل دين هكذا كل دين أو أي منظومة مصلة قوية لا تستطيع تقبل حقيقة أو الحاجة للتغيير وإلى التنوير هذا الحاجة هي يعني كل إنسان عند عقل سليم يقر بهذه الحاجة لكن عدد الأرجال الدين دائما يقولون لا التنوير لا نحتاج التنوير نحن التنوير من نعود إلى الماضي وهذا قمة قمة يعني استخفاف بأبسط حقوق الإنسان استخفاف بالمجتمع استخفاف بالواقع الحياة ومتغيراتها استخفاف يعني يستحق من يفعل هذا الشيء يستحق بصراحة العقابة نعم لهذا قلت لديك مقولة قلت فيها الدين وحش لا يترك طريقا والطعن في الدين واجب لا لا فعلا الدين متسلط وحش لا يعرف التسامح لا يعرف وجود آخر كل من هو ليس معي هو ضدي يكفر بسهولة مجانية لا يتفاهم بحجة أند ثوابت لكنه بالحقيقة هو يقتل نفسه بنفسه بدليل الآن ما هو الدين الدين مزيف الدين مطعوم يعني احنا شعوب بصراحة ليست يعني لا أستطيع نقول لدينا دين حقيقي هذا الدين يعني أشبه بتنظيم سياسي يقوم بحركات أو أو ممارسات وتقوس عسكرية لا أكثر ولا أقل يعني الصلاة بالنسبة صلاة الجماعة الآن هي أشبه بالطقس عسكري مجرد إعلان الولاء لرجل الدين إعلان الولاء للدولة أو السلطة الدينية لا أكثر ولا أقل ويشعر المواطن ولو هو ما عندنا مواطن نحن يشعر المصلي أو المؤمن بأنه جزء من الجماعة هذا فرح الوحيد بها المسألة لكن هذا الفرح هو مزيف لأنه هو يعني سحق ذاته سحق نفسه سحق دمر طاقاته بأكملة الإبداعية اللي يستثمرها الآخرون دمر كل شيء لكنه باقي على فضيلة الإيمان ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام فألا الحمد لله على نعمة الإسلام لكن أي نعمة هيها هذه نعمة بأنه يشعر بوجوده داخل الجماعة الدين مجرد شعور بسيط جدا ورؤية ضيقة جدا للعالم والإنسان والحياة رؤية محدودة وقاصرة تحول كل العالم إلى حضيرة ترى العالم بعبارة عن حضيرة وهناك ناس موجودين داخلها حضيرة واجبهم وحيد أن يصلون ويتكاتفون مع بعضهم ويصبح المؤمنون أخوة كأسنان المشاط هذه العبارة الدينية يعني أنت ليش أسنان المشاط لا يجب أسنان المشاط يا أخي نحن كل إنسان وطاقة كاملة مبدعة كما الغرب استثمرها وطوة كل طفل الآن هو وقتهم مشروع استقلال مشروع عبقري جديد مشروع شخص متفرد وقد أدى طاقات الخاصة المختلفة عن غيره لا أحنا نريد أن ترك أسنان المشاط يعني مثل الغنم الغنم لازم كلهم متساوين متشابهين ويختمون على كل وعد هذا مسلم هذا كافر هذا الفعل يعني وبالتالي هذا الدين يصبح وحش كما قلت هذا الوحش يجب أن يوضع تحت سيطرة ويجب أن يعرف حدوده يعني مثلا هذا الدين على عينه رأسي إنت دين تريد ترجع للسلف الصالح ارجع براحتك طبق دينك كما تشاء لكن عليك أن تعرف حدوده أن هناك أساسيات هناك حقوق للإنسان كل إنسان اللي حق أن يرفض حق أن يؤمن أو لا يؤمن أدى حقوق أساسية ما تعترف بها ما نعترف بيك يعني هذا هذا الشيء الذي يجب أن نصل إليه نحترم الدين ونحترم المتدين لكن على المتدين أن يحترم أشياء أساسية حتى المتدين نفسه ما لحق مثلا أن يقول أنت مثلا تنويري أو أنت ملحد أنت شعليك هذا ليس شأنك فبالتالي ما هو الدافع لأن يقول هذا الشيء لأنه هو يشعر بداخله بأن هذا الدين هو حاكم على الجميع ويجب أن ينصع الجميع له فهذا كان يعني بالتالي الدين ينطوي على روح داعشية ولا داعش من أين ظهرت من أين ظهرت بسبب هذا الوحش الذي يتركه طريقا نعم ولكن هناك الدين الإيجابي يعني ممكن أن يكون المتنور أيضا متدين هذا لا يمنع إذا كان يعني ليس له يعني مشكل مع الآخرين ويتقبل اختلاف فأكد أنه ممكن أن يكون متنور أيضا في نفس الوقت لا يمكن لا يمكن لا يمكن مشكلة أنا أقول لي سويا مريم لأنه لأنه الدين تعريفه هو ثوابة الدين هو بالتعريف والدين إذا كان يقبل الآخرين يعني كان هو واحد يقتل نفسه يعني فهي مشكلة الدين مشكلة الدين هو متصلب متصنم يعني هو عبارة عن صنم يقول هذا الصنم هو الوحيد لا يمكن أن يمس وكل ما فيه جيد وكل ما فيه صحيح الدين يدعي أنه ضد الأصنام وضد الصنمية وضد عبادة الأسلام لكنه بالحقيقة يعبد ذاته يعبد نفسه يعبد كلمات مثل كلمات الله الرسول القرآن الحديث السنة وهذه الكلمات هو يعبدها الآن والكل يعبدها يشعرون بأنهم يعني على صلب الحياة والواقع ومتغيراته لكنهم في الحقيقة هم يعيشون على مفردات ومفاهيم يعني علف بلاغي حشية به رأسهم على مدى عشرات السنين فهو من قفول تقاعد يألف بهذا العلف البلاغي يومياً وبعد ذلك أعتقد بأن هذا العلف طيب ولذيذ جداً فبالتأكيد يعني حتى لو يعني أي كان تخليه عيش 24 ساعة الحياة تكلها على نوع أنواع معينة من الغذاء بعد ذلك لا يطيق أي غذاء مهما كانت درجة يعني عدوبته وبهاراته مهما كان يعني جودة الطبخ به فبالتالي هو هذه المشكلة الكبيرة الدين منظومة سلطوية لا يمكن أن أن تروض إلا كما فعل الغرب الغرب اضطر إلى أن يعني فيه صدفة نادرة عبر تاريخ يعني ما حصلت سابقا أنه ظهروا مجموعة المفكرين والمتنورين هؤلاء قالوا خلص يعني هذا الدين يبدو هاي الأشكالات الكثيرة وبالمناسبة أيضا التنوير فيه أشكالات يعني لا أقول أن التنوير ما فيه أشكالات بس لكن التنوير فرق وين التنوير أنه فئل وحاجة مستمرة يعني تولد نفسها بنفسها فئل التنويري هو فئل مستمر فبالتالي أنه بينما الدين فئل تثبيتي يعني ثبت قال هناك ثوابت قرآن والسن إذن شنوها يعني هو قرآن أيضا مثابت طبعا هذا أيضا وهم آخر وهم الثوابت أنا سميه لا يوجد وهم شنو قرآن مثابت يعني كل واحد يقرأ بطريقته لا أقول لك لا هو القرآن فيه معنى واحد بينما القرآن هو نفسه يقول أنه بحر متلاطم لا يكفو عن توليد المعاني بينما لا أقول لك هو بمعنى واحد وهذا المعنى مو أنت وأني وأنت نعرفه لا هناك مختصون والويل كل الويل لمن يحاول أن يفكر بأن هناك معاني أخرى الويل كل من يحاول أن يقول بأنه هناك تأويل مختلفة لا هذا كافر زنديق ابن 66 فما يعني ما ترهم وأيضا يعني لا يعني بأنه التنوير هو أيضا ما بأخطاء ما بمخاطر هما كلاهما المفهومان يعني كلاهما خطرين بالعكس التنوير خطر جدا خطر يعني يعني والناس حقها تخاف من عندهم تخاف من التنوير تخاف من التغيير وهذا من حق الناس أن تخاف يعني أنا لا أقول بأن الدين يعني هو فقط في السيئات لا التنوير أيضا فيه سيئات لكن علينا أن نعرف بأن التغيير ضروري كلهم الآن يتفقنا فيه كلهم السيئ والإيجابي لا بد هذا صحيح هذا قصدي نحن لا أريد يقول مثلا ما يتعصب أو يصور الأمور أنه كل شيء أنه يجب أن نقف ضد الدين لا لازم نحدث أنه التنوير موضوعه مو الدين موضوع الأساسي ليس الدين وليس حتى الإلحاد لا التنوير فعل وحاجة أساسية يجب أن يمارس كل إنسان دائما الإنسان أمام أسئلة كبيرة أمام إشكالات كبيرة أمام مشاريع أو خطوات قادمة يجب أن ينفذها كيف ينفذها لا يستطيع أن يستشهد أو يستعين بشخص عاش قبل ألف سنة ولا عاش قبل عشر سنة يعني العاني عننا موبايل اختلف عندنا يعني حتى يعني هناك واحد يستعمل موبايل عمر عشر سنين ما فتخيلي أنه إنسان يريد فبالتالي التنوير حاجة أساسية لا غنى عنها وليست يعني مو مسألة مستوردة من الغرب لا لا ما نريد التنوير الغرب ما نريد لكن نريد أن نضع كل شي على الطاولة كل ما لدينا نضعه على الطاولة ونناقشه بصدر مفتوح بعقل مفتوح وعيون مفتوحة ونتحاور مع جميع ومن يقول أنكم خوانا وتكون كفرة نقول أنت الكافر بحقوق الناس أنت الكافر والملعب بواقعك بحاجات الناس أنت الذي تحاول أن تتنصل من واجبك ومسؤوليتك كعضو في الأسرة البشرية أو الأسرة العربية أو الأسرة الأفريقية أو المغربية أنت كعضو أنت أضو تريدنا أن نعود إلى الماضي أو هناك أضو آخر يريدنا أن نستعين بالتنوير الغربي لأما كلاهما إشكال كلاهما يسبب لنا مشكلة يعني أقول أو أقول أن هناك أصولية أصولية الماضي السلفي أو يعني التأصيلي وأصولية الغرب يعني عندنا مشكلة الأصولية الدينية السلفية القديمة والأصولية التنويرية يعني هل نحن ما محتاجين لنروح فالمشكلة هنا مفروضة علينا يعني هنا ضحايا تأصيلين تأصيل الغربي وتأصيل السلفي الشرقي أو الإسلام يجب أن نتخلص معنا اتنينهم أو هل نحن موجودات نحن عايشين تحت وطأة أصوليتين فيجب أن نفهم عندما نصرف الأمور بهذه الطريقة عند ذلك سنفهم سنعرف ماذا نفعل يعني ليس الهدف أنه عنا ضد الدين مع الدين أو مع الغرب لا القضية أنه نفهم ما يجري نعيد تفكيك المفاهيم نعيد النظر في كل شيء بعيون مفتوحة بعيون مختلفة أن لا نتزمت ونرفع غشاء القداسة عن كل شيء اللي وضعناه يعني حياتنا بأكمل عبارة عن المقدسات لا نستطيع أن نلمس أي شيء أي شيء يطلع رأساً ينتهبه كافر تحولنا إلى مرأة يعني كأننا نعيش في مصحة مصحة دينية عندما أي شيء تقوله هذا ضد الدين هذا كافر هذا ملحب بدأنا نوزع اتهامات مجانية مجرد واحد يفتح فيما بكلمة يطلع كافر نعم صحيح إذن في نظرك هل التنوير ممكن في منطقتنا وكيف يمكن إحداث هذا التغيير وفي نظرك لماذا يتم مرفض التنوير في مجتمعاتنا ولماذا دائما يفشل يعني إذا بدأنا مع فرج فهدى ومع أمتالهم كان دائما يتعرضون للهجون والرافق صحيح هو الجواب كيف ننور أو كيف نتنور أو ننير أنا أعتقد بانتهاك جميع المقدسات كما أشرق بقليل جميع المقدسات يجب أن ننتهك حرمتها هذه المقدسات لجب أن نتخلص منها الإنسان موجود لكي يخرج من ظلام الماضي وظلام الحاضر أيضا وحتى ظلام المستقبل دائما أن يخرج من رحم المقدسات لأنه كما قلت هناك فعلين أساسيا أو ظاهرتين أساسيتين بالتاريخ البشرية أو حتى بالكان الحقيقي دائما هو مضطر لتثبيت شيء لكي ينطلق منهم وإلا كيف ينطلق يعني لا يمكن أن يتحرك في الفراغ أو بدون تحديد لابد أن من وجود منطلق ومن وجود هدف يعني إن شاء الله مثلا اليوم قدنا معهد قدنا هدف وبدننطلق منهم الساعة كذا مثلا أو الصبح مثلا نطلق بكرة مثلا نأكل شيء ما يعني أو نخرج إلى العمل يعني هذا لابد فعل تثبيتي بعد ذلك يأتي تنفيذ الهدف فتثبيت ضرورة أساسية التنوير يجي ضرورة ثانية فبالتالي هنا يجب أن ننتهك حرمة المقدسات هذه المقدسات صحية ضرورية لكن يجب أن تكون من المرونة بحيث يجوز انتهاكها ويجب أن يمتلك الجميع حق انتهاك المقدسات لأن المقدسات هي ليست موجودة على العرب ليست موجودة بيننا يعني ماكوا واحد يقولش هذا مقدس لا المقدسات موجودة في الرئيس أنا أقدس هذا الشيء إنما يجي شخص آخر من الياباني يجي إفريقي يجي إسترالي من شؤوب إسترالي القديمة يجدني أقدس شيء يقولك هما هذا هل أنت مجنون يعني فبالتالي المقدس ليس موجود في العالم وفي الأشياء إنه موجود في الذهن هو مجرد كلمة مجرد تصور الرجل الدين هو لا يمتلك سلطة ولا يمتلك قداسة لكن القداسة مزروعة في الرئيس مزروعة في الذهن فبالتالي يجب أن نرفع كما قال بتعبير إيمان والكان قال يجب أن نرفع هذا الوصائل على العقل هاي الوصائل على العقل نرفع القداسة على العقل انتهاك حرمت جميع المقدسات لكن نحترم المقدسات التي جرى تثبيتها هذه المقدسات الآن جرى تثبيتها لكننا لسنا مجبرين باحترامها دائماً لا دائماً ننتقدها ونتحدث ضدها ولكن ألتزم بهذه المقدسة يعني مثلاً الآن ألتزم بعلامات المرور مثلاً لكن أنا أتحدث عندي نقد هذه العلامات أدي فقرة بالدستور ما مقتنع بها دستور الدولة مثلاً مثلاً أنا لا أقبل وجود فقرة تقول الإسلام مصدر أساسي من مصادر التشريع لا أقبل هذا ليس بالدستور هذا يعني ليش حاطين دستور أصلاً ما ممكن يعني فبالتالي وضع مقدس داخل الدستور قتل الدستور خلال نرجع نلغي الدستور وفضل صح ما كدعي يعني لا ولكن ممكن لأن الأغلبية هي متدينة لهذا يكون الدستور يكتب بأدي صحيح بس كيف تدينه هذا السؤال لأنه لأنه هذا التدين هو موجود لأنه هناك هيمنة واختطاف نعاني من احتلال ديني بصراحة احتلال الرجال لأنه مستعمرات دينية يعني ولهذا السبب عندهم حتى ما عندما يخرج الرجال الدين يحتاج على الاستعمار والإمبريالية والأمريكا والدول الكبرى هو بالحقيقة يحتاج عليهم لأنه يأخذون حصته لأنه يحررون يعني أنه يستعبدون الناس بطريقتهم كما قلت أن هناك أصوليتين أصولية الماضية وأصولية الغرب فإحنا نضايقين بيناتهم هذا يخطئ جر من أدنى وهذاك جر من أدنى وأحنا نضايقين بيناتهم بالتالي التنوير هو الحقي الوحيد والخلاص من هاتين الأصوليتين يصير تأصيل للحاضر تأصيل للإنسان نفسه هذا الأشياء يعني أن نؤصل أنفسنا لا نؤصل للماضي ولا نؤصل للغرب أو لجماعات أخرى إنما نؤصل لأنفسنا باعتبارنا ذوات باعتبارنا أناس لديهم قدرات ولديهم طاقات خاصة يجب استثمارها ويجب أن تعبر عن حاجاتها وطبيعتها الخاصة صحيح هناك طبيعة مشتركة بيني وبينك وبين الناس سميعاً لكن هناك نوع من الفرادة ونوع من التمييز الخاص بنا فبالتالي الطريقة كما سألتك كيف أن ننور هي أن نكون شجعان مع أنفسنا يجب أن نتجرع على الخروج على القطيع أي محاولة ووضع محاذير على هذا الأمر لا يجوز وأنا أتمنى أن يأتي يوم وتوضع في ضمي الدستور أن التنوير مصدر أساسي لكل تشريع التنوير ليس كلمة عادية أنا أشوف بعض الناس تسخر من هذه الأبارة وتتنويري تنوير حاجة أساسية يجب احترامها وهي الحل الكبير الحل أعتقد الأخير لدينا جميعاً لأن كلمة التنوير لا يمكن تشويها مثل ما تجرى تشوي كلمة العلمانية في هذه الصادات هناك دائماً ربط بين العلمانية والتنوير فهل هناك علاقة بينهم؟ لا توجد علاقة العلمانية توجه توجه فصل الدين عن الدولة هذه المسألة بأكمله لكن التنوير موضوع آخر موضوع أكبر من الدين وأكبر من العلمانية أيضاً تؤدي إلى استبداد صحيح أن هناك علمانيات علمانية اللائكية تختلف عن علمانية أتاتور تختلف عن علمانية الشاعة علمانية أبو بورقيبة علمانية أمريكا فهذه تنتج أشياء مختلفة البعض يشنعون جماعة الرجال الدين على العلمانية يقولون هتل العلماني يضعون على الناس كأنه كان هتلر يقود الجيوش ويرافق شعار العلمانية ويقول أم العلمانية ونعم للإلحاد هذا كلام فاضي لكن التنوير أعلى منهم عندما نتحدث عن التنوير التنوير يشمل حتى الدين يشمل كل شيء موجود في كل شيء التنوير على مستوى العلم على مستوى الفان على مستوى الأسرة على المجتمع التنوير موجود يعني أعمال العقل في كل شيء ووفق مبادئ ومناهج فكرية ومناهج علمية هذا اللي يساعدنا وأيضاً عندما نأتي على الديني والعلماني يقول لك لا والله هناك خطأ بالتطبيق عندما نتحدث مع الديني هم اثنين هم واحد متنافسين مع بعضهم هذا التنافس هو سبب الإشبار لأنه لا يستطيع الديني أن يعيش في ظل العلماني يجب أن يكون تابعاً له ولا يستطيع العلماني أن يعيش تحت ظل الديني أما عندما تكون هناك أولوية للتنوير وكل ما هو تنويره وأنه هناك عملية تبادل بين ما هو ثابت وما هو متغير أو متنور هذه العملية هي اللي ممكن نديم الألاقات بما بينه ونستطيع من خلاله خليطلع بعد ذلك خليص يصير واحد متدين خليص يصير علماني شريد يصير خليص يصير ماكو مشكلة ما دام المبدأ هو التنوير وهذا التنوير أنا بأي هو الحل الأخير الحل السليم الذي لا أعتقد إنسان عاقل يرفضه ممكن البعض يصخرون من التنوير وهذا التنوير وهذا كذا لا وخليطلع رجل دين متنور كلهم لا يوجد رجل دين متنور كلهم أبناء الماضي وجايين على الحاضر وما يفكر بأن يفعل أي شيء ما ناقشوا أي مشكلة يتحدثون عن النمص عن حواجب المرأة وعن شعارها ويتحدثون عن أشياء كافة جدا وعن ملابس ما هذه استفاهات بالحقيقة هم يحاولون أن يتهربوا من موضوع والناس مصدقين أن هذه هي القضية الأساسية القضية الأساسية المرأة لا بس حجار والقضية الأساسية أن تصوم وتصلي أوكي صوم وتصليتوا بعدين هل حالة مشاكلنا؟ الناس مستغفلين يجري ضحك عليهم لكن التنوير كفيل واحدة بكشف الأمور والتنوير واحدة يستطيع أن يلصم هؤلاء يعني عندما يقول لك أنا علماني يقول لك أوكي يطلق لك مئة قضية لكن عندما تقول لك التنوير مسألة أساسية ومسألة لا يمكن التنازل عنها ويجب أن نرى واقعنا بطريقة صحيحة وبطريقة مختلفة هنا لن يستطيع أن يتحدث معي رجل الدين وواضح أنه التحامل الديني على الآخرين وليس كما يتهمون رجال الديني أن أنت متحامل على الدين لا الدين هو متحامل على الجميع متحامل على الجميع لا يريد واحد ينخشى نعم هنا نقطة لماذا دائما يتهم المتنورون بأنهم ملحيدين يعني يتهمون بالإلحاد وبماذا تفسر قولك بأنه قلت سابقا أنه يجب انتهاء المقدسة نعم لا والإلحاد الربط بين الإلحاد والتنوير هذا مسألة مزيفة لا صحة لها على الإطلاق الإلحاد شيء مختلف تماما الإلحاد هو يدور في فلك الدين هو جزء من الدين يعني فلك الديني هو مجرد مجموعة من الناس الذين تمردوا على الدين وخرجوا من إطار الديني وأتم إحساس بالثأر والانتقام مما كانوا فيه هؤلاء خارجون على الدين لكنهم باقين في دائرة الدين والآن يتحدث عن أنه هناك لا يوجد إله ولا يوجد إله وهم إله عند الكتاب وهم الإله وهم الإله ملحدة أو متدين ليست هي مشكلتنا أن تكون متدين أو ملحدة مشكلتنا كيف نستمع مع بعض ككائنات بشرية يعني حكم القدر بأن نعيش معا لا نستطيع أن نعيش بشكل منفصل هذه هي القضية أما أنه يجي إلى رجل ديني لا يجب أن تطيع ويجب أن تؤدي الفرائض ويجب كذا ويجب أن تؤدي حق الوطن وحق المعرف إيش ليست هيها قضية هذه شعارات سياسية ومطالبات هدفها التسلط والتحكم بالناس واستعبادهم بصراحة أما التنوير لا التنوير يفرض على الجميع أن يعملوا عقلهم يراجعوا كل شيء يفحصوا كل شيء فالربط بين التنوير الإلحاد هو محاولة للتغطية على الحقيقة وهذا مغالطة كبيرة جدا وكما قلت التنوير هو في حالة تشابك مع كل شيء اللي يربط بين التنوير والإلحاد هو إنسان إما غبي أو جاهل أو مدلس أو دجال يعني البعض كثيرون طبعا هذا يحاولون يربطون كما قلت ربطوا بين العلمانية كفر والإلحاد لكن التنوير لا يستطيعون الربط أكبر منهم ولا يستطيعون أن يلحدوا يلحدوا أو يلحدوا أو يكفروا المتنورين لأنه مشروع هو مو مشروع ديني مو مشروع مضاد للدين الدين هو الذي يقف عقبه أمام التنوير وأمام العقل وأمام اكتشاف العالم والأشياء والنفس بطريقة جديدة مختلفة عن الماضي وعن كل ما هو استبدادي ويدمر قدرات الإنسان لهذا ما يقول هو التنوير هو الحل وهو يجب أن يكون مصدر من أساس المصادر التشريع ونضع كما يقول نضع أهداف التنوير غيات التنوير تعريفات التنوير على أساسه وتصير ورش عمل تتناول هذا الموضوع ويصير هو الأفق أو السقف السقف الذي يجمعنا جميعا سواء كنت متدين علماني شيوعي ماركسي ما أعرف أي كائن من تكون الكل يقع تحت سقف التنوير اللي يحترم به الأفراد بعضهم البعض نعم إذن في نظرك لماذا تقدم الغرب وتخلفت منطقتهم هل بسبب ذلك؟ هو بأنه هو اتبع طريق التنوير اتبع طريق التنوير ووجد بأن الوصاية على الأقل هي ثمنها باهض جداً وأيضاً الغرب اتبع طريق التنوير ودفع ثمن التنوير يعني لا يوجد طريق سهل لابد أن ندفع الثمن يعني عندما خوفنا رجل الدين من أن هناك كفر واللحاة خل يصير كفر واللحاة لأنه ستخسر ستنظر مصالحك من تكون أنت حتى ما هي أفضلتك على الآخرين ما الذي قدمته للناس يعني الرجال الدين ما الذي يقدموه للناس سوى الحروب سوى تشويه العقول وغسلها سوى تدمير مستقبل البلدان سوى الوقوف بطريق كل ما هو يغير واقع المجتمعات لعدل أن نحن مجرد جماعات لم نصل إلى درجة المجتمعات يقفون في طريق نشوء الدولة عدم يتسلطون دائماً يشكلون ميليشيات وميليشيات تنتهي كل شيء وتحلل كل شيء كما يحدث في سوريا وفي العراق وفي إيران وفي لبنان وفي ليبيا وفي السودان كل هاي التمويل على أسس دينية يشكلون ميليشيات لأنه لا يستطيعون تشكيل دولة الدين أفقى ضيق كما قلت لا يستطيع أن يفكر بوجود مجتمع هو أقصى شيء يصل إليه بالتفكير هو أن يشكل قطيع ما عنده شيء آخر بعد يعني فئل بدائي وصولي نفعي في منتهى السطحية لكن هو بس عنده هاي الوغف البلاغي العلف البلاغي عندما تتحدث معك يتحدث بطريقة لبقة وفيها خطابية عاية لكنه لا أحد يفتهم ماذا يقول هؤلاء إذن وصلنا للسؤال الأخير وهو هل في رأيك بدأ عصر التنوير في منطقتنا وهل لدينا نخبة مستنيرة قادرة على إحداث التغيير هذا السؤال مهم حلو يعني أنا أقول أنه تنوير مسألة أصبحت واقع يومي ولا يمكن التراجع عنها يعني سهل الآن الناس في حال الصدمة الأغلبية الآن في حال الصدمة لا يعرف إلى أين يذب كما قلت إحنا واقعين في هذا الأشكال بين التأصيلين تأصيل الماضي وتأصيل الغربي فهذه التأصيلين أو الأصوليتين هذا أننا نحن واقعين فيما بينهما وبدأنا نكتشف أن الأصولية الماضية فيها أشكالات كثيرة أصولية الغرب أيضا فيها أشكالات كبيرة وخطيرة جدا والمهمة أمامنا أصبحت مضاعفة أيضا لأنه ليس من السهل أن نقف في مواجهة تاريخ وتراث حاضر معنا يوميا في كل تفاصيل حياتنا الدين يحشر أنفها في كل شيء وأيضا الأصولية الغربية التنويرية أو الحداثية أو العلمانية أيضا تحشر أنفها بأشكال التقنية والتكنولوجيا المختلفة تحشر أنفها في كل شيء فهتين الأصوليتين جعلتنا أمامنا طيب لكننا الفضيلة الشيء العظيم أنه الآن الوصول إلى المعلومات أصبح متاحا الوصول إلى هذه المعلومات أصبح الآن بدأنا نعرف ماذا حدث في فترة البعثة بدأنا نعرف ماذا فعل الرسول بدأنا نعرف ما هي القصص بدأنا نعرف فضائح الأيام الأولى بدأنا نعرف هؤلاء الذين يتحدثون عن أنه فترة الخلافة الراشدة هي الفترة الذهبية لا لم تكن ذهبية والكل يعرف سواء كان متدين متعصب أو غير متعصب بدأوا يتحدثون من جانب الديني أن هناك شبهات وطبعا طرح فكرة الشبهات هي بحداتها شبهة فهذا محاولة التنصل وما يحدث لكن مدام وصلت الرسالة وبدأت الحقائق تتضح والناس بدأت تقرأ القرآن وتقرأ النصوص المقدسة وتقرأ البخارة وتقرأ المسلم وتطلع وهناك سهولة بتلقي المعلومة يعني اليوتيوب قدم قدم دروس تعليمية هناك كوكبة من التنويرين العظماء المبادرات شخصية من أجلهم كشفوا الأوراق كلها بأسال عشر سنوات دأى بيومي يومي الناس تكشف هناك عشرات بعضهم بطريقة سمجة بطريقة بها سبو شتم بعضهم بطريقة تقليدية بطريقة محاضرات كل واحد طرح طريقته لكن الحقيقة انكشفت يعني بعد ما في مجال الآن اعنا في فترة انتقالية أنه يعني لأنه صعب نتقبل الحقائق الإنسان ليس بسهولة يغير واقعة ويتقبل الحقائق الجديدة هذا المشكلة لكن اعنا في طريق ممتاز وأنا أعتقد يعني خلال ثلاثين سنة لن يكون هناك من يتحدث عن الدين وعن السلفية والتأصيل له الناس تبدي تخلق واقع جديد وتخلق دين جديد يعني ترؤية جديدة مختلفة للدين وتخرج على الدين الموروث السلفية والأصولية لأنها عرفت حقيقتها ستعرفون بأن تغيير الدين ليس هو الشر المستطير لا بالعكس الخروج على الدين أو مو تجديدة اشتقاقة جديدة ستصبح واقع يومي ومع الوقت صحيح سيصبح تصدي إليه رفوض ستصبح إشكالات مصادمات هذا أشياء صارت أصلاً يا داعش داعش والقاعدة والحرس التوري وحزب الله والميليشيات وحركات الجهادية بوكو حرام هذه كلها عبارة عن ردة فعل على ما هو جديد على فضح الحقيقي على الكشف عن الحقيقة هذه كلها ردودة فعال يحركها الرجال الدين محاولة للخروج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن قطار التنوير ظهر ليس معنى التنوير فقط قطار التنوير تم تسلط الضوء على حقيقة ما يجب تسلط الضوء لا تستطيع الآن أن تأتي بالظلام وتغطي على فضاء المنير الذي جرى تنويره لا نستطيع الحقيقة كشفت تاريخنا الأسود تم كشف عنه تاريخ الآخرين أيضا لكن يجب أن لا نعود الأصول الأصول كلها مزيفة لا توجد أصول حقيقية الأصول الأساسية القرآن والسنة أصول وهمية صنعها واحد فقهاء من أتهم الشافئي قال هذا الأصول وجاءوا وخلقوا قصة طويلة عريضة قصة السنة النبوية هذه الأصول ما احترامنا إلها لا تنفعنا ولا تفيدنا ولا حاجة لتجديدها لأنها أصلا هي قديمة بنهاي شيء معطوب ولا علاقة له اي شيء لا يعرف شيء اسم الانسان لا يعرف شيء اسم المجتمع لا يعرف شيء اسم الدولة لا يعرف شيء اسم النظام لا يعرف شيء اسم قيم ولا يعرف شيء اسم أخلاق بالمناسبة وأنا نظر أهم هنو בכeth الدين فيها أخلاق الدين لا existe أخلاق صوت v atmos قبل الحيوانات فهذا يكون وهم ولا توجد فيها قيم وهذا موضوع يراد مناقشة كبيرة شكرا لك أستاذ منصور فقط كان هناك سؤال من المتابعين كان يقول هل يمكن أن ندرس أديان الثلاث ومن ثم يختار الإنسان ما يريد هو لا أودين مسألة شخصية كل الإنسان يختار ما يختار لكن هذا وهم أنه وهم علماني أيضا منتشر بأنه الدين قضية شخصية لا الدين ليس قضية شخصية الدين مسألة دين مشروع تشكيل قطيع هذا هو الدين تشكيل قطيع وما يهتم لا بألم ولا بعقل ولا بأي شيء المهمة الأساسية فرض سلطة جماعة دينية أو قيادة دينية وتشكيل مجتمع ديني أو متدين أو قطيع هو الدين أنا عندي تعريف الدين هو القطيع القطيع البشري تحديلا هذا هو الدين هذا تعريف الدين ببساطة لا علاقة بآلهة موجودة في الغيب أو ضاوراء البرزخ ولا علاقة بدلاء الوجود الله ودلاء النبوة ما العلاقة هو تشكيل قطع بشري والناس بدليل أغلبية الناس لا يعرفون ما يدين عندما تسألين مرات واحدة سئلوها قالها من هو النبي ما تعرف اسمها بس قال أنا مسلمة ومؤمنة وصلي وصوم بس من سئلها سؤال قال ما هو اسم النبي من هو والد نبي ما تعرف بدليل هذا معناته الدين هو تشكيل قطع بشري الإنسان يشعر بالانتماء لهذه الجماعة يولد داخلها ويعيش داخل هذه الجماعة ورحم هذه الجماعة الدين هو رحم رحم يضم الجميع فمن يخرج على الرحم أو ينتهك نظام الألاقات والإشارات بين هذه الجماعات بين هذه الجماعة المتدينة يتم طرده وتكفيره فبالتالي هو لا يستطيع أن يشكل دولة حديثه لا يمكن النظام الدين يحتاج أديان جديدة أديان منفتحة أديان تنويرية أو تنطلق من وحي التنوير أديان جديدة كليا هذا هي السؤال الذي يعرف الجميع وجوبه ويعرف الجميع ضرورته ويعرف الجميع أنه أمر لا مناصة منه لا يمكن الدين شيء أو سيستم أو منظوم انتهت يعني أنا موضوع هذا برأيه أفهم أنه موضوع قاسي وصعب على الناس لكن هذا هو الواقع يعني يجب أن نكون واقعين ونتقبل ننتقبل الحقائق يعني موضوع يقول أنت عدك سرطان يعني شو سوي عدك سرطان يعني هذا يعني صحيح أنا يعني من المختارين يعني الله أرسل لي رسالة خاصة أنا الله كذا لكنه هذه الرسالة جاية يعني حلفت لي أمراضا كثيرة وعيلة كثيرة لا شفاء منها وحاولنا صار 200 سنة نحاول أن نجدد نسوي إصلاع ونسوي نهضة ونسوي إحياء إحياء يعني هذا الكائن الميت اللي اسمها جثة الدين نسوي إحياء ووعد بعد ذلك يقول لا هو هي حية هذا الجثة هي حية لكن نعمل لها إصلاح شيء سيارة قديمة نصبغها نعدلها ويجي وعد لا يقول لك يعني تجديد يعني وشوني تجديد معلاته هو جديد نسوي له تجديد فحتى الكلمات تكشف طبيعة المرض المتأصل في عقولنا لا هذا هذا الجسد وهذه الجثة انتهى دورها أدت ما عليها وانتهى الموضوع لا يمكن يقصد بالتجديد أن هناك اجتهادات سيتم القطع معها مع اجتهادات جديدة ممكن أنا أقول لك لا يوجد اجتهادات لأنه أخفل يعني حتى الاجتهاد الاجتهاد تم هو الدين بأكمله عبارة عن اجتهادات يعني هذا الدين المؤسسي لا أقصد الدين الذي في القلوب الدين في القلوب هو دين المساجع يعني بعض يتحدث على الدين كله إنسانية ورحمة وتعاطف لا الدين شرير معنى كلمة الدين الإسلامي تحديدا دين شرير وقوته وسر نجاحه هو في شره في قدرت على الشر رجال الدين ممكن أنا وليست من من هو الشرير ولكن رجال الدين التي ناها لا 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 هو الدين بحد ذاته هو شرير بحد ذاته الدين هو يقدم كل ما يحتاج الإنسان من رغبة بالأدوان رغبة بالبطولة شوف دعاك مثل هذا عبدالله رجل يتحدث بطريقة فيها صلافة فيها صلافة هذا المنظر يأجب الجمهور يعني عكس ما هو متوقع يأجب يعني شوف هذا يقول هذا بطل هذا شجاع هذا يعني لا أحد يستطيع مناقشته دائماً هو يغلب الآخرين بالحوار عدواني شرس عضلات قوي فهذا يعني اللهم عز الإسلام يتحدث نحن لا أحد يستطيع القضاء علينا أو السيطرة علينا الدين عدواني الدين الدين سر نجاح هو في عنفه في قدرتها على على توليد الإرهاب توليد العنف إرهاب الآخرين عدم التفاهم معهم قطع كل الجسور مع الآخرين وإعلان الحرب المستمرة الدين بدليل بدليل بسيط جداً لا يوجود لمفردة السلام في الدين بأكمله يعني نجيب الدين ملايين الكتب ملايين الفقهاء آلاف لا تجدين كلمة السلام مفهوم السلام غير موجود على الأطلاق هذا شي يعني يعني أنه القطيع في حالة حرف مستمرة قطيع البشري أو الدين بحد ذاته في جوهر الدين في أصول الدين يعني ماهية الدين إن صعوة ولو المهيات انتهت لكن ماهية ماهية الدين هي العنف الكائن الإنسان كائن كائن شريف كما يقول هوبس فالدين يعني هو 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 نتيجة حاجة الإنسان للعنف يعني يشرعن أو قونة العنف هو الدين يأتي لقونة العنف ويجمله ويضع أخلاق خاصة بأخلاق دينية هي كلها أخلاق عبارة عن غزو والسلب وانتهاك لحقوق الآخرين استعبادهم واستغلالهم عفواً هذا ليس سائل الدين هذا وصف للدين وبالعكس هذا مدح للدين فيه نوع المدح نعم حسب رأيك وانتظوري نعم فهناك سؤال آخر يقول هل ستنضم لتكوين أعتقد مؤسسة تكوين التي يترأسها ممكن الأستاذ يوسف زيدان لا أنا لا هم ما يحتاجون واحد مثلي يعني لأن هم يعني أعتهم مسلوبهم المختلف يعني هم يشتغلون على منطقة يعني يحاولون أن يشتغلون داخل الدين لهذا السبب ذلك يوم شبت واحد جاي الآن يعني يتحدونهم بطريقة قاسية صحيح طلعت حلقة خاصة عن الدين عن التكوين وقلت هذا المشروع ممتاز وبالأكس ضروري وممتاز فقط لسبب أساسي وهو أنه مدعوم من قبل الدولة وأن الدولة ومعنى المعاني أن الدولة باتت تشعر بأن الدين عامل خطر ومدمر للمجتمع هذا الدين يجب أن هذا الوحش يجب السيطرة عليه يعني أنا لا أمدح بالحكام ولا أقول أن الحكام غير مقصرين وبهم لا الحكام مضطرين لمجاملة الدين لأنه عكس المتوقع دائما نقول أنه رجال الدين متحالفين مع الحكام لا بالحقيقة الحكام رغم أن فيهم يحققون ما يشاءه رجال الدين لأنه مخطط في المجتمع بأكمل لا أحد يستطيع أن يتنفس لا أحد يستطيع أن يطرح رأيه لا أحد يستطيع أن يقول شيئا وعليكم شاب شاب عظيم وجميل ورائع ما اسمه شريف شريف جابر شاب رائع وجميل وحلو يشئ بالطاقة وبالحيوية والذكاء هذا صالح لك خمس سنوات خطيب محصور لا يقدر يسافر لماذا يسافر لماذا؟ هذا هو الإرهاب الديني الدولة نفسها عاجزة عن مساعدة تتخيل يعني أنا لا أعلم لأنه أنا لا أعلم يعني مو قضية الدولة لأن الدولة يجب يتفكر بطريقة منطقية وعقلانية وتسايس الواقع الواقع متدين الشعب مختطف من قبار جال الدين وهؤلاء يعني كاتمين أنفاس الشعب ومن يتحدث مثل شحاته مرة واحد صار شيعي سحلوه بالشارع في مصر وهكذا مستعدين الجمهور الغاضب وجمهور القطيعي مستعد لأن يسحل أي واحد بإشارة مجرد إشارة وبدون أن يعرفون أي شيء مثل ما قلت في فرج فودة مجرد واحد راح قتله هو ما يعرف مقاري له ولا حتى ما يعرف فهذا الدين الذي يسيطر على إشارة يبدو أنه هذه إشارات الموجودة الآن توحي بأن أنه أنه في حالة انحداث أنه السرط والدينية أصبحت في حالة انحداث ولم يعد ممكناً أن يتدعشاً كل من يأتي الآن لكن ينطلع واحد من هذول الدعاة الأغبياء يعني دعاة يعني الدرجة الخامسة يتحدث أنه هاي التكوين وهناك دعم وهناك مؤامرة وعلينا ونحن نعاني من يعني قلة الدعم طبعاً هو يسلم آلاف وملايين لكن يتهم الآخرين بأن يتلقون دعم الحقيقة هو لم تعد هناك الفرق الكبير والعظيم لم تعد هناك دول تدعم التيارات الدينية السلفية والمتعصدة الكل جرى يده بسبب أمر من قيادات الدول الكبرى لكن هذا هذا النقطة جيدة في صالح يعني في صالح الخروج من ظلام الدين مع احترامنا للدين ظلام الدين الموروث أقصد المعاش نعم شكراً إذن شكراً لك وأخذنا من وقتك الكثير فشكراً لك وفيما قلت في بداية الحلقة أنك ضيف موتير للجدل في عرائك و نظرتك فأكيد شكراً على كل هذه التوضيحات حول التنوير مشكلة هناك 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 واحد يقول أنك تفتحت في حياتك ما أعرف إليه أو إليه ما أعرف نعم يعني من رأيه الآخر إذن حقيقة حلقة غني ونورتنا كما نحصل في المقبل وأنا أكبر أعز بهذه الاصطلافة وأتمنى التوفيق للقناة وأدعو جميع الاشتراك فيها وأنا أعطي بأن أنت ستقدم مواد يعني تعاد وثائر في المستقبل شكراً لك ربيخ لك كما نقول ونورتني أكيد في قناتي وأتمنى لك دائما أتمنى والمشتركين في قناتك وتحياتي لهم جميعاً نعم أترك إذن لك كلمة أخيرة له له هذا القصد أنه يعني إذا ما يطرح آراء فهذا من حقي ومن حق الجميع أن يطرحون آراءهم مهما كانت قاسية مهما كانت فيها شيء من مبالغة لكن يجب أن نتعلم ونتثقف ونتخلق بهذه الأخلاق يجب أن تكون الأخلاق هي المعيار الأساسي في الألاقات فيما بيننا أن السب والشتم والتخوين والتكفير والتلحيد وجعل الآخرين الملحدين هذه وسائل أصبحت وضيعة ولا تريق بإنسان أي إنسان على درجة من الوعي والحقل أن يقدمها أمام كل رأي مختلف علينا أن نخرج من الحضيرة ومن إحساس بوجودنا داخل قطيع ونتقل بالأفكار مهما كان اختلافا لن تنقل بالدنيا نحن ننتقل كل شيء ويجب أن مو يجب من المشرف ومن احترام الإنسان لنفسه وللآخرين أن يكون على درجة من الخلق بحيث يسمع الجميع ويتفهم أراءهم ولا يفرض رأيه أو يطالب الجميع بأن يتبعونه اتباع الشات لرعيها نعم إذن هذا هدف القناة هو أن نتعرف على جميع وجهة النظر وأن شعار القناة هو أن الاختلاف سنة كونية وأننا مختلفون وطبعا التعايش هو أهم شيء باختلافاتنا وبتوجهاتنا فنحن نتفق جميعا على الاحترام فطبعا هذا الأساسي والأساسي الأكثر أنه لا استهانة في التنوير التنوير مسألة لا يمكن تجدر فيها ويجب أن تحترم ويجب أن تقدس أكيد إذن شكرا لك وما تخينش كما نقول بالمغربي وتحياتي لك وإلى اللقاء في الله في حلقة أخرى نذكر الخيد ناتيد اشتركوا في القناة